عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل وبعد التداول في المستجدات السياسية والأمنية والعسكرية أصدر البيان التالي يعتبر المكتب السياسي أن فاتورة الحرب الدائرة في الجنوب باتت أكبر مما يمكن للبنان أن يتحمله وأكبر من أن تعوض في وقت قريب مع تعاظم حجم الضحايا والأذى المعنوي والمادي الذي لحق بكل اللبنانيين والأضرار الناجمة عن حرب لا يريدها لا اللبنانيون ولا الدولة اللبنانية بل فرضت فرضا عليهم بكل تبعاتها إن هذا الوضع المتمادي وعلى أبواب الصيف من شأنه أن يقضي على المتنفس الاقتصاد الوحيد الذي ينتظره اللبنانيون سنويا للتعويد عن الخسائر التي تلحق بهم جراء الأزمات والخضات المتراكمة فالقطاع السياحي معرض لأن يخسر أكثر من 80% من الحجوزات التي كانت متوقعة لذلك يطالب المكتب السياسي بتلبية مواقفه الثابتة لتفعيل استراتيجية خروج من الأزمة ومن تداعيات الحرب عبر الفصر الجريء بين المسارات مسار انتخاب الرئيس ومسار حرب غزة ومسار تطبيق القرار 1701 يحذر المكتب السياسي من تجاهل الانزارات التي يواجهها المفادون الدوليون من استمرار الفراغ الرئاسي وآخرهم وزير الخارجية الفرنسية ستيفان سيجغني الذي قال جهارا أن لبنان لن يدعى إلى طاولة التسوية الأقليمية ما لم ينتخب رئيس للجمهورية مما قد يعني أن التسوية قد تأتي على حسابه من هنا يدعو حزب الكتائب إلى تطبيق أحكام الدستور والذهاب إلى انتخاب رئيس سيادي إصلاحي دون إبتاء ويحمل حزب الله ومحوره مسئولية إقصاء لبنان الرسمي والشعب اللبناني عن مفاوضات هو المعنى الأول بها بعد كل ما تكبده وعناه يحضر حزب الله إلى مرحلات ما بعد الحرب ويعمل على توسيع نفوذه عبر تفعيل عمليات المنظمات الفلسطينية في الجنوب وهو أمر غاية في الخطورة وهو بالطبع مرفوض من الأغلبية الصاحقة من اللبنانيين كما لا يمكن فصل المظاهر المسلحة التي هزت عكار والشمال والعرضات المسلحة التي استباحت للمنطقة أثناء تشييع الجماعة الإسلامية عنصرين من عناصرها في تفلط غير مسبوك للميليشيات أدى إلى سقوط إصابات في صفوف السكان إن حزب الكتائب يضع هذه الممارسات في خانة الألعاب المشتركة ويحمل للمطبخ الأمني الذي يديره حزب الله مسئولية التفلط المستجد ويهيب بالأجهزة الأمنية بتحمل مسئولياتها وضبط الفلتان وسوق المسئولين إلى السجون ومنع أي مظاهر للتحركات مريبة غايتها فرض قوة أمر واقع في شمال لبنان بعد أن سقط جنوب لبنان بأيدي الدولة عشية زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية بيروت برفقة الرئيس الكبرسي لمناقشة موضوع النازحين السوريين في لبنان يضع المكتب السياسي الحكومة أمام مسئولياتها في معالجة هذا الموضوع في لبنان انطلاقا من مواقفها المعلنة حول خطة عودة السوريين إلى بلادهم وتوسية مجلس النواب اللبناني ومذكرة حزب الكتائب اللبنانية ويحذر من أي رضوخ تحت ضغط إغراءات المساعدات المالية للتساهل مع وجودهم كما هو عليه ويؤكد أن كل مساعدة يجب أن تصب في خانة تمكين البنى التحتية اللبنانية من مواجهة أثار النزوح وليس لدمش السوريين في لبنان وتوجيه المساعدات للنازحين في بلادهم بغض النظر عن العملية السياسية في سوريا ترجمة نانسي قنقر